فضل الحج عندنا الأحاديث والنصوص كثيرة جدا 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 وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإشادة بفضل الحج وعظمت ثوابه وجزيل أجره العظيم عند الله سبحانه وتعالى أول شيء عندنا أن الله سبحانه وتعالى يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق قال الله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام هذه الآية فيها فضل كبير على كما قال الله سبحانه وتعالى قال ليشهدوا منافع لهم وأيضا عندنا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث سيدنا أبو هرير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج لله فلم يرفص ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه يعني رجع من الحج كيوم ولدته يعني بدون خطيئة ولا ذنب عليه وأيضا عندنا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل يا رسول الله فقال إيمان بالله ورسوله ثم قال ثم ماذا قال ثم الجهاد في سبيل الله ثم قيل ثم ماذا يا رسول الله قال حج مبرور تمام حج مبرور طبعا الحج المبرور المقصود به أن الإنسان لا يعمل فيه معاصي ويكون موافقا لحج النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات يعني يكون أتى بالأركان الصحيحة والواجبات وفعل كل ما يلزم من فرائد وواجبات وسنن الحج وأيضا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال العمر إلى العمر كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة